رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا زلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك قال رحمه الله والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيام وواوا إثر الضم رد اليابتاء قل فيا لا مهعل أو من قبلتاء كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كان سبعان صيارة وَإِنْ تَكُنْ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفًا فَذَاكَ بِالْوَجْهِينِ عَنْهُمْ يُلْفَى يقول الشيخ إذا وقعت الواو طرفاً رابعة فصاعداً بعد فتحة قلبت يا نحو أعطيت أصلها أعطوتو لأنه من عطا يعطو إذن الواو متطرفة أي آخر الكلمة ورابعة لأن عندنا الياء والعين والطه هذه ثلاثة هي الرابعة إذن يقول الشيخ إذا وقعت الواو طرفاً رابعة فصاعداً لأنه من عطا يعطو إذا تناول فقلبت الواو في الماضية أنحملاً على المضارع نحو يعطي كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل معطيان وكذلك يرضيان أصلها يرضوان لأنه من الرضوان فقلبت واؤوه بعد الفتحة حملاً لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان وقوله وجابه إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمه كقولك في بايع بويع وفي ضارب بورب وقوله وياك موقن بذال معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمه وجب إبدال هواو نحو موقن وموسر أصله ميطين وموسر لأنهم من أيقن وأيسر فلو تحركت الياء لم تعلنحو هيام يقول الشيخ يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاعل وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وحمر وححمر وحمر فإذا اعتل عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة وكسرت صحلية نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقلب الياء وواو كما فعلوا في المفرد كموق استثقالا لذلك في الجمع عندنا إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيل أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها فالأول نحو قابوا الرجل والثاني كما إذا بنيت من رامى اسما على وزن مقدورة فإنك تقول مر موا والثالث كما إذا بنيت من رامى اسما على وزن سبعان فإنك تقول راموان فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها إذا وقعت الياء عينا بصفة على وزن فعل جاز فيها وجها أحدهما قلب الضمة كسرة لتصحي الياء والثاني ابقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيفة والكسرة والكيسة والضوقة والكوسة والكوسة وهما وهما تأنيث الأضيق والأكيس والله أعلم ترجمة نانسي قنقر